اكتشف العلماء لأول مرة كهفاً غامضاً على سطح القمر بعمق يفوق المائة متر مما يفتح آفاقاً جديدة لمستقبل البشرية في الفضاء هذا الكهف الذي يعتقد أنه واحد من مئات الكهوف المخبأة في عالم غير مكتشف تحت سطح القمر قد يكون بالفعل الموطن المثالي للبشر في المستقبل في ظل السباق المحموم بين الدول لإقامة مستعمرات بشرية على سطح القمر تأتي هذه الاكتشافات كحل واعد لحماية رواد الفضاء من الإشعاعات القاتلة ودرجات الحرارة القصوى التي تميز الفضاء الخارجي هيلين شارمان أول رائدة فضاء بريطانية في تصريح لها بأن الكهف المكتشف حديثاً يبدو كأنه مأوى مثالي لرواد الفضاء وأعربت عن تفاؤلها بأن البشر قد يتمكنون من العيش في هذه الكهوف القمرية خلال العقدين أو الثلاثة عقود القادمة وأشارت شارمان إلى أن عمق الكهف الكبير يعني أن رواد الفضاء قد يحتاجون إلى استخدام وسائل تسلق متقدمة مثل الحبال والأحزمة الطائرة للوصول إليه والخروج منه هذا الاكتشاف المذهل يضيف بعداً جديداً لاستكشاف الفضاء ويمهد الطريق لتأسيس مستعمرات بشرية آمنة تحت سطح القمر من يعلم؟ ربما تكون هذه الكهوف يوماً ما موطناً لأجيال قادمة من البشر تحمل معها أحلاماً وأمالاً جديدة للبشرية في الفضاء الواسع اشتركوا في القناة شكرا